أيضا هناك معنى نريد أن نقف عنده فيما يتعلق برمزية الحجر الأسود طبعا الآن اتجاه المسلمين إلى الكعبة رمز للوحدة أو الاتجاه لاتجاه قلوبهم إلى الله البعض يناقش هذه القضية و يتهم المسلمين أن لديهم بقايا من الوثنية عندما يقبلون حجرا معينا نحن نريد الآن طبعا بالإضافة إلى ردكم على مثل هذا الافتراء نريد أن نفهم رمزية تقبيلي و الوقوف عند الحجر الأسود يمناسك الحج جميعا فيها من هذه الرمزية ما لا يخفى و قد تقدم بأن من مقاصد ذلك هو تحقيق معنى الخضوع و الانقياد لله تبارك و تعالى و هذا الخضوع و الانقياد و الاستسلام لأمر الله عز و جل إنما هو تعبير عن حب الله تعالى عن حب هذا العبد لربه و رازقه و مولاه و خالقه كما أنه أيضا تعبير صادق عن الخشية منه جل وعلا هو تعبير عن الرغبة فيما أعده الله عز و جل لمن لبى هذا النداء و استجاب لأمره كما أنه أيضا تعبير صادق عن الرهبة مما توعد به جل وعلا من خالف أمره و لذلك نجد أن مناسك الحج تشتمل على جملة من المشاعر و الأعمال و الأفعال مما لا يدرك كنهها العقل البشري هو استسلام محض و هو تلبية لرغبات النفس و هذه النفس تتطلع إلى أن تشبع رغباتها و أن تحقق ما تضطر إليه من الاحتياج إلى الإيمان بالغيب فهذا الإيمان بالغيب يمثل في شيء من هذه الرمزية فهو إيمان بالله تبارك و تعالى حينما يقبل المسلم الحجر الأسود أو حينما يطوف بالبيت العتيق أو حينما يسعى بين الصفا و المروة أو حينما يرمي الجمرات فإنه إنما يفعل ذلك امتثالا لأمر الله تبارك و تعالى و إلا فإنه يوقن يقينا تاما بأن هذه الشواهد لا تنفع و لا تضر و إنما أمره ربه جل وعلا أن يفعل ما أمره به أن يفعله من المناسخ و المشاعر و لذلك فإنه يعظم هذه المشاعر تعظيما لله جل وعلا ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب و هذا كما قلت يظهر في جملة من المناسك التي يؤديها الحاج حينما يذهب إلى تلك المشاعر المقدسة حينما يطوف بالبيت العتيق أو حينما تتاح له فرصة أن يقبل الحجر الأسود و هذا لا ينبغي أيضا أن يفهم منه وجوب تقبيل الحجر الأسود و إنما نقول إن أتيح له ذلك فإنه يستلم الحجر الأسود و يقبل الحجر الأسود كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع و لولا أن الله تعالى أمرنا بذلك و رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك ما فعله هذه هي عقيدة المؤمن فإنه لا يعظم الحجر لا يعظم المكان و إنما يعظم الله سبحانه و تعالى الذي أمره بتعظيم ذلك المكان و بأداء تلك المناسك و ما أتي الناس اليوم فيما يأتونه أو فيما أتوا به من قبل اتباعهم للشهوات و اتباعهم للهوى و تعطيلهم لمراشد وحي الله تبارك و تعالى بشتى المزاعم التي يدعونها إلا من باب أنهم لا يعظمون الله عز وجل حق التعظيم و لا يوقرونه حق التوقير و لو أنهم عظموه في نفوسهم فإنهم لا ريب سوف يعظمون الحرومات التي أمرهم الله عز وجل بالوقوف عندها و أمرهم بتعظيمها سوف يعظمون المناسك التي أمرهم الله عز وجل بأدائها سوف يعظمون ما نهاهم الله عز وجل عنه و سوف يعظمون ما أمرهم الله تعالى باتباعه و لا بد من أن تعاد صياغة شخصيات المسلمين اليوم و أن يعاد بناء تشكيل نفوسهم وفقا لمبدأ هذا التعظيم لأن الحج في ذاته تعظيم لله عز وجل و ما يأتيه المسلم في الحج من أقوال و أفعال كلها تغرس معنى التعظيم معنى تكبير الله عز وجل و توقيره و تعظيمه في النفس الذي يدفع بعد ذلك هذا الإنسان إلى أن يصحح نظرته للحياة و إلى أن يتطلع إلى الحياة الآخرة فهو حينما يتجرد من كل مظاهر هذه الحياة الدنيا و يستوي مع غيره من الناس و يتوجه إلى هذه القبلة و يؤدي المناسك التي أمره ربه جل وعلا بأدائها فإنه حينئذ يدرك حقيقة الدنيا و يعلم أنه منقول عن هذه الحياة إلى الحياة الآخرة و أن شيئا لن ينفعه سوى ما تقرب به إلى الله تبارك و تعالى أداء لمفروض أو انتهاء عن محضور أو تنافسا و مسابقة إلى الخيرات من المندوبات و المباحات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر